موضوعنا الصحي لهذا اليوم الماغنيزيوم معدن ضروري وأساسي لأداء سليم للخلايا في الجسم وهو رابع أكثر المعادن وفرة في الجسم ففي الوقت الذي يدرك فيه كثيرون أهمية كل من الكالسيوم وفيتامين دل لبناء العظام يدرك قليلون قيمة الماغنيزيوم في أداء هذه الوظيفة ويمكن أن تكون زيادة مستويات الكالسيوم دون إضافة الماغنيزيوم أقل فاعلية وقد تزيد إمكانية الإصابة بأمراض القلب وفقا للدراسة نشرتها مجلة أبنهار نعم حسين يعد الماغنيزيوم معدنا ضروريا للحفاظ على صحة العضلات بما فيها عضلة القلب وإرسال الإشارات الكهربائية في الجسم إذ أثبتت دراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على نسبة أعلى من الماغنيزيوم لديهم فرصة أقل بنسبة 58% للإصابة بتكل السشريين التاجية ويساعد هذا المعدن أيضا في علاج الصدع النصفي أو تخفيفه كما يعمل على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه ولكنه لا يؤثر على الأشخاص الذين لديهم مستوى ضغط دم طبيعي ويرتبط انخفاض كمية الماغنيزيوم بالالتهاب المزمن وهو أحد العوامل المسببة للشيخوخة والسمنة والأمراض المزمنة فهذا المعدن يساعد على مكافحة الالتهاب وأخيرا فإن لهذا المعدن دورا مهما في استقلاب الكاربوهيدرات والغلوكوز لذا يمكن أن يمنع الماغنيزيوم خطر الإصابة بمرض السكري وفق عدد من الدراسات معنا من بيروت الأخصائية في التغذية ميرا الحج فرح ألم بكي ميرا إذن للماغنيزيوم فوائد كبيرة كما يبدو بالنسبة لجسم الإنسان أنا يمكن أن يعتر عليه وكيف يستخدمه صباح الخير أهلا وسهلا بس ماء بس ماء ميرا كنت تستمعين إلي أو إلينا أنا وصونيا فوائد كبيرة بالنسبة للماغنيزيوم لجسم الإنسان أين يمكن أن يعتر عليه أين يمكن أن نعتر عليه إجمالا المانيزيوم هو معدن أساسي متوجد كثير بالجسم وبالتالي النقص طبعا المانيزيوم بالجسم كثير قليل لحتى نحن نتعرض له ولكن متوجد بتقريبا كثير من المأكولات اللي منتناولها أهمهم البوكوليات الحبوب يعني عم نحكي العدس عم نحكي الفصولية عم نحكي هالأنواع من الحبوب طبعا كمان متوجد بالخضار الورقية الخضرة مثل السبانغ مثل السلق مثل الكيل كمان متوجد كثير بكثرة بهذه الأنواع الخضار وكمان ممكن نلاقيه بأنواع البذور مثل بذورة تشياسيد عم نحكي يانا التشياسيد عم نحكي بذور الكتين بذور اللقطين كمان متوجد بنسبة عالية وطبعا بالمكسرات مثل اللوز الكاجو أكتر شي كمان متوجد فيه المانيزيوم وكمان بالأمحة الكاملة بالحب الأمحة الكاملة وطبعا كمان بتشوفين ممكن نلاقي المانيزيوم هولي إذا بدك أهم مصادر للمانيزيوم طيب ميرا ما هي الأعراض التي توحي لنا بأن لدينا نقص في المانيزيوم مثل الفيتامين دال مثلا يعني لكون هناك نوع من الخمول والتعب في حال نقص فيتامين دي المانيزيوم ما هي أعراض نقصه نعم إجمالا نقص المانيزيوم البسيط ما بيسبب أعراض وبالتالي ممكن يقطع ونحن ما نشعر فيه ولكن بس يبلش نسبة المانيزيوم تتدنم بطريقة واضحة بالدام ممكن نحس بالإرهاق طبعا ممكن نحس بأوجاع الرأس الأليمة أكتر شي ممكن نحس بتشنجات العضل أو الكرامس نحس أن العضل متشنج وخاصة كمان بمنطقة الإجرين وكمان ممكن إذا كتير متدني نسبة المانيزيوم يكون عنا مشاكل بطرقات القلب أو بدقات القلب بتصير سريعة وكمان ممكن أنه يصير عنا العيين نفس الإرهاق الشديد وكمان ممكن أنه مستوى ضغط الدم كمان يتأثر بهذا الشيء هل هي العوارض الأساسية لأنه نقص المانيزيوم الدم ميرا هناك الكثير من المشروبات المتاحة في الأسواق بها نسبة عالية من المانيزيوم لكن الخبراء يقولون بأنها ليست الحل الأمثل لماذا؟ صح نحن مش بحاجة أنه نتناول سبليمت مانيزيوم أو حبوب أو هالأنواع من المشروبات هذه لأنه نحن إجملا إذا ما عنا نقص بالمانيزيوم وإذا زدنا نسبة المانيزيوم بالدم كمان ممكن بالتالي أنها تكون كمان منا مليحة مثل النقص فأنا بنصح الأشخاص أكيد إجملا بالماء اللي نشربها فيه معادن فيه مانيزيوم بالمأكلات اللي عم نتناولها فيه مانيزيوم إذا ما عنا فعلا هالنقص القوي بالمانيزيوم بين نسب بالدم يعني هو لازم يكون نسبة الدم إجملا بين 1.7 ل 2 ميلي جرام بالليتر بالدم إذا ما عنا نقص نحن بالتالي مش مفروض أنه نتناول هالمشروبات اللي بتحتوي على نسبة مانيزيوم عالية أو حتى هالسابليمنت أو الحبوب يلي منكون عم نزيد إذا بدك يعني كل شيء زيت بالمعنى ناقص زيت الشيء يعني كمان النقص بالمانيزيوم له عوارد وكمان إذا زيتنا كثير المانيزيوم بالدم كمان هذا الشيء ما أنه منيح أبدا طيب ميرا ما هي فوائد المانيزيوم وإجملا للأشخاص بحب شديد على الشغل يلي عنده النقص بالمانيزيوم نعم بس بدي شديد على شغل أشخاص يلي عنده النقص بالمانيزيوم عندهن بيبقى مشاكل مزمنة مثل خاصة أنا عم نحكي مثل المشاكل يلي بتتعلق بالمسران عندهن بيبقى مشاكل مزمنة بالمسران التهابات بالمسران عندهن كرونز ديزيز عندهن عندهن تأروحات بالمسران عندهن سيلك ديزيز هؤلاء أشخاص بيبقوا عرضة أكتر أنهن يكون عندهن نقص بالمانيزيوم وطبعا كمان الأشخاص اللي عندهم سكرة عندهم كمان مرات نقص بالمانيازيوم هن هو الأكتر إذا بدك ناس عرضة ليكون عندهم نقص بهالمعدن هيدا فوائده فوائده خاصة بالنسبة لمن يعانون من هشاشة العظام فوائده طبعا أول شيء المانيازيوم كتير إذا عنا نقص بالمانيازيوم ممكن يوتى نسبة الكالسيوم ونسبة البوتاسيوم بالدم يعني هن اتنينتهم مهمين لصحة العظام ولا صحة القلب مش ذيك نحن لازم نظلنا محافظين على مستوى مانيازيوم منيح بالدم لحتى كمان ما ينقص الكالسيوم هيدا الشغلة الشغلة تانية من فوائده كتير أكيد المانيازيوم مفيد لصحة العظام وصحة العضل أكتر شيء ولصحة العصب العصب بالجسم يعني عم نحكي الاسترس مش ذيك الأشخاص كمان اللي عندهم نقص بمانيازيوم بيبقوا دايما متشنيجين يعني هون هنه أكتر أكتر فوائد للجسم وكمان بعد شغلة بيرقلش ضغط الدم بالجسم يعني كمان نسبة البوتاسيوم نسبة المانيازيوم بتأثير عن نسبة البوتاسيوم فبالتالي إذا نسبة البوتاسيوم كمان منا منيحة ممكن أنه يكون عنا تدني بضغط الدم يعني أكتر شيء عم نحكي عن العضل صحة العضل صحة العصاب وطبعا كمان القلب طيب هذا بالنسبة للشيق الفيزيولوجي من جسم الإنسان ولكن يبدو أن للمغنزيوم فوائد أيضا في محاربة القلق والاكتئاب وهذه الأعراض هل هذا صحيح؟ صح صحيح لأنه نحن هو مثل ما سبق وذكرت أنه كتير بيأثر على التشنوجات إذا عنا نقص بالمانيازيوم بيصير عنا تشنوجات أكتر بالعضل وبالتالي بيصير عنا مشاكل أرق بالنوم يعني مشاكل بالنوم ما منعود النام كمان بطريقة صحيحة فنحن أكيد كلما نكون محافظين على مستوى معتدل بالدم للمانيازيوم كلما منكون عنا ستراس أقل يعني عنا ضغط نفس أقل كلما منكون مرتاحين أقل ما عنا تعب كلما منكون كمان عم النام بطريقة صحيحة لأنه كمان إذا عنا كتير تشنوجات بالعضل كمان ما منعود النام بطريقة يعني أشخاص بيجوا بيقولونا نحن ما عم النام مزبوط يعني كمان مستوى المانيازيوم الدم كتير بيأثر على هذا الشي إذا بدك مثل ما سبق وذكرت على الصحة وعلى الرياحة النفسية طبعا أكيد شكرا جزيلا لك من بيروت الأخصائية في التغذية ميرا الحج فرح ميرا الحج فرح ميرا حج فرح